لم تعد الاحتجاجات في إيران مقتصرة على عرب الأحواز الذين خرجوا رفضاً لسياسات قطع المياه عنهم بل امتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في إيران من بينها العاصمة إيران بالإضافة إلى مناطق الأقليات في شرق البلاد وغربها تمدد التظاهرات إلى المدن الإيرانية المختلفة ينظر باحتمال اندلاع احتجاجات أوسع وربما يصل الأمر إلى الثورة الشاملة في البلاد بسبب تدهور الأحوال المعيشية ومذ متصف تموز الماضي خرجت تظاهرات في إقليم الأحواز ذي الأغلبية العربية احتجاجاً على تحويل مجرى نهر الكارون بعيداً عن مناطقهم ما أسفر عن تداعيات خطيرة أخرى واللفت أن ساحة آزاد وسط طهران والتي تعتبر مكاناً رمزياً للاحتفالات الرسمية شهدت تظاهرات عارمة لأبناء الأحواز من طلبات ومهجرين ورددوا فيها باللغتين الفارسية والعربية شعارات ودعوات لإسقاط النظام ومنح منطقة الأحواز حكماً ذاتياً وقد شاركهم الكثير من الإيرانيين من غير سكان الأحواز ورددوا شعار الموت لخامنائي وتنكر سلطة الإيرانية أن أغراضاً سياسية وراء قرارات تحويل مجار الأنهار في الأحواز إلى درجة أن الرئيس المنتهي ولاية حسن روحاني اتهم السكان العرب المسؤولية عما يجري من أزمة مياه في المنطقة وفي موازاة حالة الإنكار السياسي يستمر القمع الوحشي للإحتجاجات في الأحواز سواء بالرصاص الحي أو القنابل المسيلة للدموع إذ قالت مصادر محلية إن أعداد القتل قد وصل لأكثر من عشر وما يقارب مئتي جريح